استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس لجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد عبدالحسين عبدالرضا عبطان وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق وذلك بحضور معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الدكتور أحمد الدوليمي سفير العراق لدى المملكة ورعد حمودي رئيس لجنة الأولمبية العراقية وخلال اللقاء نوها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمسار العلاقات التي تربط البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها معربا سموه عن اهتمام مملكة البحرين وتطلعها نحو المزيد من أطر التعاون مع العراق الشقيق على كافة المستويات بما فيها الجانب الشبابي والرياضي وبحث سموه مع وزير الشباب والرياضة العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البحرين والعراق في الجانب الشبابي ورياضي بما يساهم في تطوير الحركة الرياضية والشبابية للطرفين ونوها سموه على أهمية هذه الزيارة في وضع أسس متينة للتعاون البناء بين البلدين الشقيقين من خلال تبالي الخبرات والزيارات في المجالات الشبابية ورياضية مؤكدا حرص مملكة البحرين على فتح المزيد من قنوات التواصل والتعاون مع العراق في مختلف المجالات الشبابية ورياضية ومؤكدا سموه في ذات الوقت على أهمية تواصل اللقاءات المشتركة بين الشباب البحريني والعراقي في المجال الشبابي ورياضي بهدف تعميق أواصر التعارف والتلاقي الشبابي من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة العراقي حرص بلاده على تحقيق أقصى درجات التعاون البناء مع مملكة البحرين وتطوير هذا التعاون بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا بالجهود المتميزة التي تبدلها مملكة البحرين في سبيل رعاية الحركة الشبابية ورياضية وما أثمرت عنه من تحقيق منتسبي هذين القطاعين العديد من الإنجازات الشبابية ورياضية التي أكدت ما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور ونماء وعرب وزير الشباب والرياضة العراقي عثقته بأن يساهم اللقاء مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تأطير عملية التعاون بين مملكة البحرين والعراق بما يضمن الاستفادة المتبادلة من تجربة كل البلدين في مجال الشباب والرياضة ترجمة نانسي قنقر